السلام عليكم أيو الأساطير وأهلون ومرحبا بكم في هذا المقطع الجديد والأسطورة وكالعادة على قناتكم GAMES PARK في المقطع اليوم أيو الأصدقاء سوف نتعرف على أفضل خمس خطط لهذا الأسبوع وإن شاء الله كالعادة هذه الأساطير هذه الخطط سوف تكون جيدة ومناسبة لجميع أسلوب اللاعب الخاصة بكم المهم قبل الدخول في هذا المقطع كالعادة لا تنسونا من لايكاتكم يا شباب لأن لايكاتكم مهمة يلا يا شباب لايك لهذا المقطع والاشتراك في قناة لأي شخص غير مشترك معنا بعد اشترك معنا يا صديقه فعزر الجرس حتى تكون دائما من بين أولي الأشخاص الذين يشاهدون المقاطعة الجديدة على القناة ولا تنسى كذلك ترك تعليق محافظا وإذا كان لديك أي تساؤل يمكنك التواصل معي على الأنستغرام الضار أمامك الآن في الشاشة كذلك الرابط الحساب على الأنستغرام موجود بالوصف أسفل هذا المقطع يكفي فقط أن تضغط على الرابط وتواصل معه وسوف أجيب الجميع إن شاء الله وبسرعة أما الآن يا أساطير ندخل في مقطع اليوم ونتعرف على الخطط حسنا يا أساطير ننتقل الآن إلى Extra User Information Dream Team ثم Base Team بعد ذلك يا أساطير سوف نقوم بالداب إلى آسيا كما تشاهدون ثم ميجي يسودا جيتو ليك ونقوم بنزول هنا يا أساطير كما تشاهدون هناك العديد من الفرق ننزل آخر فريق معنا في القائمة نختاره والآن نقوم بالضغط على أبقاء ونقوم بالعودة لرؤية الخطة الخاصة بهذا الفريق ونقوم كذلك بشحية بالتفصيل مع الأساليب المناسبة نقوم بالضغط على Default وكما تشاهدون خطة أربعة ثلاثة ثلاثة انظروا إلى خط الوسط هنا في هذه الخطة دعوني أولي أقوم بضبط اللاعبين انظروا إلى خط الوسط راحة خطة منتظمة في خط الوسط غير خطة أربعة ثلاثة ثلاثة الموجودة هنا كما تشاهدون يعني فيها خط وسط هنا لاعب دعم اف متراجع ولاعبين في الجانب في مركز اس ام اف لكن في هذه الخطة هنا أساطير كما تشاهدون ثلاثة لعبين في خط الوسط يعني منتظمين وهذا سوف يساعد يعني على أن يكون خط الدفاع يهجم يعني بدقة واحدة وكذلك يقوم بأتراجع يعني في نفس الوقت كما تشاهدون لأنه هنا في خط واحد أما بالنسبة للسلاثة الخاصة في هذه الخطة الأساطير فهي جيدة في ستايل العجبات المرتدة السريعة وكذلك جيدة في الاستحوات وكذلك جيدة في ستايل الأوتويت يمكنكم تجربته على هذه السلات والآن أساطير ننتقل بسرعة إلى تاني خطة معنا في الفيديو ننتقل مرة أخرى إلى Extra User Information ثم Dream Team باسم أساطير وهذه المرة سوف ننتقل إلى أوروبا للحصول على تاني خطة معنا في هذا الفيديو المهم أساطير نقوم الآن باختيار أوروبا نضغط أوروبا هنا ثم نقوم بنزول آخر شيء إلى Others كما تشاهدون نقوم بالنزول هنا ونختار هذا الفريق ثم بعد ذلك نقوم بالعودة إلى الخطة الخاصة بأنه لرؤية الخطة كذلك الخاصة بهذا الفريق الأساطير وكذلك سوف نقوم بشرحها بالتفصيل مع الصلاة لعب الخاصة المهم نقوم بالتغطيق على Football World Game Plan ثم المدرب هنا Formation Change Defaults وكما تشاهدون الأساطير هذه هي الخطة الخاصة بهذا الفريق خطة غريبة ولكن جيد أساطير وأنصحكم بالأشم أدريها فلاعب هنا يلعب في مركز المهاجم الثاني وكذلك لاعب آخر في هذا الجانب يلعب في مركز المهاجم الثاني لا يمكنك تغيير هذه المركز وهو أربع لاعبين في خطة الوسط وثلاث مدافعين فكما تشاهدون الأساطير هذه هي الخطة مع اللاعبين المضبوطين كل لاعب في مركز خاص به هناك كذلك لاعبين في مركز SMF أنصحكم بالاعتماد عليهم في مركز DMF وليس في مركز SMF يعني من أجل التوازن الدفاعي والهجوم وحتى لا تترقى أهداف عن طريق الهاجمات المرتدى من الخاص بذلك أنصحكم بالاعتماد اللاعبين في مركز DMF والذي كرأس حربة وكذلك على MF وRMF بالنسبة للصلاة اللاعب فهذه الخطة الأساطير فهي جيدة للصلاة الـ Quick Console وكذلك Long Ball Console وكذلك جيدة في صلاة الـ Outward والأنصح بالاعتماد اللاعب في صلاة الستحواذ لأنك تلعب بثلاث مدافعين وبالتالي قد يكون هناك بعض المشاكل الدفاعية إذا قمت بتضيع الكرة في خط الوسط قد تتلقى هاجمات مرتدى من الخاص لذلك ننصح بها بشدة في صلاة الـ الإستحواذ والآن الأساطير ننتقل إلى ثالث خطة معنا في الفيديو نقوم الآن بالتغط على Extra User Information Dream Team ثم بسيم الأساطير ونقوم بالعودة إلى آسيا ونفس الدوري ميجيا سودا جيتولي كما تشاهدون نقوم بالنزول قليل الأساطير ونقوم باختيار هذا الفارق والآن نقوم بالعودة إلى الخطة الخاصة بنا لرؤية خطة خاصة بهذا الفارق نقوم بالتغط على Game Plan Modern Information Change Default وكما تشاهدون الأساطير هذه هي الخطة الخاصة بهذا الفارق خطة 4-4-2 كذلك هي من بين أفضل الخطة التي أنصحكم بالاعتماع ذلك خطة متوازنة وجيدة دفاعيا وهجوبيا كما تشاهدون هنا الأساطير هذه الخطة جيدة في Style Outwide جيدة في Style Quick Control جيدة في Style استحواذ وكذلك في Style Long Ball Control و Style Long Ball كذلك سوف تكون جيدة معكم في هذه الخطة الآن هذه الخطة الساطيرة جيدة صراحة وأنا قمت بتجربتها وأعطتني هذا أسطوري وهي تقريبا تشبيه خطة 4-2-4 لكن في خطة 4-2-4 يكون هؤلاء اللاعبون هنا في مركز RAAF والNWF لكن كذلك في مركز MF والRMF سوف تكون جيدة معكم هذه الخطة خاصة إذا كنتم تلعبون بالنظام الهجومي على أرضية الملعب سوف يتقدم هؤلاء اللاعبون هنا وكذلك هنا ويصبحون يلعبون في مركز LAAF والRWF تقريبا وبتالي سوف تشعرك أنك تلعب بخطة 4-2-4 بنسبة الأشخاص الذين يسألون على خطة 4-2-4 فهذه الخطة مشابهة له أساطير يكفي فقط أن تلعبوا بنظام هجومي سوف تكون جيدة معكم والآن أساطير نتقل إلى رابع خطة معنا في الفيديو ونقوم بالضغط على أكسترا هوني أساطير تم ميزل ونبقى فئاتي مع نفس الدوري ميجيا سودة جيتو ليك ونقوم بنزول قليلا ونختار هذا الفارق كما تدرون والذي سوف نحصل منه على الخطة نقوم بالضغط ثم باكوني أساطير ربك مرة أخرى ونرجع إلى الخطة الخاصة بالرؤية الخطة الخاصة بهذا الفارق نضغط default وكما تشاهد نخطش 4-1-4-1 كذلك فائل MF ورام F ولاعب واحد في مركز رأس الحرب كذلك لديك لعبين في مركز S-MF ولاعب في مركز MF اللعبين في مركز S-MF يمكنك تحولهم إلى مركز MF ولكن أنصح بتركيم هكذا كما تشاهدون يعني بنفس المركز MF MF ورام F لاعب في مركز رأس الحرب MF ورام F بالنسبة للسطيلات الخاصة بهذا الخطة أساطية فهذه الخطة يجيز صراحة للسطيل استحواد وقدرك جيد للسطيل Quick Counter السطيل Long Ball Counter ليس جيدة فيه بل هي جيدة في السطيل Quick Counter وكذلك يمكنكم العشماد على في السطيل استحوادي بشكل خرافي وأسطوري سوف تكون جيدة مع الجميع إن شاء الله في السطيل استحوادي أساطير وكذلك في السطيل Long Ball Counter ولعني أساطير ننتقل إلى الخطة الخامسة والخطة الأخيرة معنا في هذا المقطع الخطة الخامسة والأخيرة معنا اليوم في هذا الفيديو سوف تكون من أوروبا وبالضبط من الدوري الإنجليزي وهي الخطة الخاصة بمانشستر سيتي ونقوم بالعودة لرؤية الخطة الخاصة بفارق مانشستر سيتي أساطير لأنها تغيرت وكما تشاهدون هذه الخطة الخاصة بمانشستر سيتي صراحة هذه الخطة أساطير من بين أفضل خطة الموجودة حاليا والتي أنصحكم بالاعتماد عليها نعم رغم أنك تلعب بثلاثة مدافعين لأن هذه الخطة الأساطير صراحة خطة قوية وأنصحكم بتجربتها ولن تندموا على تجربتها أنا شخصيا قمت بتجربة هذه الخطة على أرضية الملعب وكانت معي أسطورية وخرافية وقمت بالفوز في العديد من المباريات بالاعتماد على هذه الخطة لذلك أردت أن أشاركها معكم اليوم ضروري في هذا المقطع الأساطير وأنصحكم بتجربتها أما بالنسبة للسطايلات الخاصة بها هذه الخطة الأساطير فهي جيدة بشكل أسطوري لسطايل أوت وايد كذلك جيدة في سطايل الاستحواد وكذلك جيدة في سطايل الكويك كونتر واللونغ بال كونتر لأنني أنا شخصيا ألعب سطايل لونغ بال كونتر وقمت بتجربتها وقتتني أداء أسطوري وبالتالي فهي جيدة تقريبا لجميع سطايلات اللاعب يمكنكم اعتماد عليها بشكل عادي أساطير فقط أن تتوفرون على لاعب في مركز MF جيد وكذلك ثلاثة مدافعين يكونون خرافين وأقوية وسوف تكون الخطة مضبوطة معكم دفاعيا وهجوميا وإلى هنا ينتهي مقطع اليوم أساطير إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا دعمنا بالزر لايك للمقطع الاشتراك في القناة وكذلك لا تنسوا تفعيل زر الجرس وترك تعليق محفزنا وإذا كان لديك أي تساؤل يا صديقي يمكنك التواصل مع الأنستغرام وضع أمامك الآن في الشاشة كذلك رابط حسابه للأنستغرام موجود بالوصف أسفل هذا المقطع اضغط على الرابط وتواصل معه إلى هنا ينتهي مقطع اليوم أساطير أراكم في مقطع قادم إن شاء الله وداهن